لحظت أنه عمالقة المخرجين ما يتمسكون بهذا كل ما يأتي يعني كارلو هارتيون عندما يجي يفصل يسوي اللقطات هو يطل فكرة صحيح بس هو ما ملتزم بما ذكر كاتب السيناريو 100% يضع لمساته فلذلك أنا من أشوف الآن فيلم الكارلو هارتيون هذا مبين كارلو هارتيون واضح لمساته واضحة محمد خان هذا الفيلم أول ما أباوع خمس لقطات من عنده أعرف أنه هذا الفيلم لمحمد خان مثلا مواد على العشاء أو زوجة رجل مهم مبين واضح للمساته موجودة ليش لأنه هو محمد خان هو كتب السيناريو أيضا ذول المخرجين العمالقة ما يكتفون أنه يصبح كاتب سيناريو يضع سيناريو آخر غير هذا السيناريو فهنا عنصر الخيال يلعب دور كبير أيضا هناك يعني صفة أنا في تقديري على المخرج أو الكاتب السيناريو أنه يعني المعايشة الميدانية أن التشهول تقدر تتعايش ميدانيا مع الحدث الآن إحنا عدنا حدث على سبيل المثال خلي نقول عن قصة من قصص بغدادية أو أنا الآن مع حمود الحارث الله يطيع الصح والعافية أستاذ الكبير دا أفكر أن نسوي فيلم اسمه طيارات جبت آني هذه الرواية هو الأستاذ منين عبد الأمير الله يطيع الصح والعافية طانيها الرواية الآن ردنا نحولها إلى سيناريو أنا فكرت بالسيناريو يعني الطلب من عندي أنه أروح إلى الحارات البغدادية أشوف يعني رحت بعض المناطق بالكفاح بالصدرية بالفناهرة أبو دودا وأبو سيفين هذه المناطق اللي هي بها خصوصية فأنت من تتعايش بهذا المكان راح تشوف بعض التفاصيل تكتبها بالسيناريو وما تكتبتها جمالية ما أنت بس من تتوقحها أو سامحها أو قاريها أو فهنا أيضا تدخل أكو أيضا صفة أخرى مهمة جدا هاي طبعا أستاذ العملاق الله يرحمه المخرج الكبير مصطفى العقاد أنا اللي اعتبره يعني واحد من يعني جهابذة العصر اللي يخرج فيلم الرسالة هذا الفيلم الإنساني اللي ما يعني ما صارت للسينما يعني ولا قامت ولا قعدت إلا في هذا الفيلم أنا في تقديري بمضمونة وبموضوع الإنساني هذا المخرج فالمخرج مصطفى العقاد يقول هنا يعني على كاتب السيناريو أن يارف صنعة السيناريو هناك صنعة يعني مهنة مهنية أنه متى يقطع كيف يقطع شوان أنا أخلي المؤثر الصوتي شوان أخلي مؤثر الصوري هنا أنا ليش أقطع بهذا المشهد ما أقطع الإنسيرتات شو رح الرياكشن أنا شو رح أخليه شوف الأفلام الأمريكية يعني متكاملة ليش ما عندهم لقطات مطولة كل لقطة طولها ست سبع دقائق مثل بعض المسلسلات العربية والمسلسلاتنا يعني طلعك يا وكانها مسرحية لقطة عامة وظل استمر لا هناك أكو تقطيع يعني القدرة على التقطيع هاي من أولى ومسلمات وبدهيات كاتب السيناريو أكل بالكتاب للأسف ما يخلوها يجي النص يجي النص أدبي يعني ما يجي بي تقطيع يعني ماكو وصف للفيجوال أكو فيجوال وأكو أوديو الأوديو اللي هو الصوت يعني المسموع الفيجوال ما هو مرأي لكن للأسف يجي هذي احنا نسميه سرد يعني بالسيناريو يفاضحاني كتبونا السرد إنه كيف في سرد الأحداث تيجي بشكل عام دخل أحمد إلى المنزل وقال رأساً قال السلام طيب دخل بالمنزل شون هذا المنزل منزل فقير وين دخل بالمنزل بالهول بالمطبخ بالحديقة يعني هاي التفاصل إش كان لابس كان لابس دجداشة قلابية أو كان يعني كان لابس بدلة كان ملابس العمل كان لابس ملابس ما رياضة هذه التفاصيل هي حقيقة من أولى المهام لذلك احنا كتابنا للأسف وطبعاً أكو بعض شروط أخرى كثيرة في يعني كاتب النص يعني قدرة البلاغية يعني الوصف هذا أهم أسألة هذه يسمون انه انت شون تكون انت عندك قدرة على الوصف كان شاعرنا الكبير المتنبي يعني كان من أبلغ الشعراء يعني ليش كان عندها قدرة على الوصف ما زلنا في السيناريو كتابة السيناريو هل هناك شكل ثابت لكتابة السيناريو والنص هو أكو طريقتين يعني بكتابة السيناريو أنا سميت الطلاب أو المعنيين بالكتابة السيناريو طريقة الكلاسيكية والتقليدية أنه نشتر الصفحة إلى شطرين شطر خاص في الصوت وشطر خاص بالصوء طبعا صورة تسبق الصوت هناك أسلوب آخر هما الأمريكان عادة في كتابة السيناريو شوي هذا يحتاج يعني إلى إدراك وفهم يمكن طالب راح يعني يكون عسر في فهم هذا الأمر لذلك أنا حتى من خليت بالكتاب استعانيت بالطريقة الكلاسيكية التقليدية أنه نقسم الشكل إلى نصفين ومن ثم نحاول ما نسمعه في الأذن اللي هو الصوت اللي هي عناصر سبعة يمكن معروفة هي الحوار والتعليق والموسيقى التصويرية والصمت والحوار الداخلي والأغنية أيضا تدخل ضمن هذا وبالنسبة للعناصر الصورة هي معروفة أيضا يعني حركة الموثل حركة الكاميرا الإنارة الديكور المكياج الأزياء هذا هي الأمور إذا قدرنا نحاول أن نصنفها نسوي لها تصنيف بالورقة اللي حتى تتحول إلى سيناريو راح يكون أنا أعتقد يعني نص متميز ممكن أن يدركه كل من هم معنين بالإنتاج طيب حنا هناك أيضا علينا أن نحدد في بداية الأمر نحدد إذا كان المشهد ليلي أو نهار أنا أيضا نهاية أقولها للطلابي من أجل أنه أبو الإنارة يعرف إشقد راح يحتاج إنارة مثلا يجيب خمسين كي في ست يعني شكم إشقد راح يحتاج ديفيوزارات أمبرلات راح يحتاج إلى فلاتر للإنارة يعني إشقد كهرباء يحتاج لربما في مكان نائي أو وكان بعيد أيضا أبو الصوت راح يعرف من إحنا راح نصور إلى دوره كذلك مدير التصوير حتى يتهيئ يكون ملم بهذه الأمور الممثل أيضا يدرك أنه الأداء في الليل غير النهار كذلك علينا أن نحدد مثلا إذا كان التصوير داخل الستوديو أو خارج الستوديو أو إذا كان موقع يعني خارجي أم كان داخلي في بعض الأحيان إحنا داخل الستوديو بس نطي حديقة نقول هذا خارجي هذه الأمور وهذه التفاصيل حقيقة مهمة جدا أن يدركها لذلك أنا دائما أسعى ولي طلابي أقول يعني أنه لازم تتعايشون لازم تروحون مثلا دارسهم مسرح لازم تروحون إلى القناة الفضائية لازم نسوي لهم سفرات علمية لازم يشوفون حتى يدركون ما هي كتابة السيناريو وشو راح يتحول هذا النص إلى فيلم أنا أول فيلم من سويته للطلاب هم انبهروا يعني كانوا متوقعين أنه هذا النص اللي قدمتهم وحتى المسرحية هذه الأخيرة اللي سويناها هي كانت عبارة عن 13 صفحة لكن عندما عرضت على المسرح وشافوها وشاهدوها متوقعوا أن هاي فقط 13 صفحة أصبحت عرض طولة 50 دقيقة حضروا أكثر من 2000 شخص أكثر من 30 أو 40 قناة فضائية غطته قناة يعني إضافة إلى صحف ومجلات وويب سايتس تناولته كله بنص طولة يعني يعني لا يجاوز 13 صفحة أنا في تقديري يعني هذه الأمور هي لربما تكون شكلية إلا أنه غاية في الأهمية لكي تكون تقاليد للعمل الفيلمي أو العمل السينمائي أو العمل التلفزيوني أو الإعلامي دون هذه الأمور تصبح فوضى يصبح العمل غير صحيح وهناك يعني مواقف كثيرة تسجل ضد هذا العمل فيما لو لم يتبع هذه الشروط أو هذه أنا أسميها دستور دستور العمل يعني هو السيناريو أساسا البعض يسميه إنجيل يعني يقول لك هذا ما يتغير من كتب السيناريو خلاص نحن ما ممكن فلذلك أنا أعتقد أنه لا بد أن نضع شكل محدد حتى يصبح سيناريو وإلا إذا ما ميزنا عن هذا الأمر وما خلينا به سرد ووصف لهذه الأمور ممكن يصبح أي رواية أو ممكن يصير أي قصة وماكو داعي بعد أساسا للسيناريو فلذلك لازم نتمسك بالشكل الدكتور عبد الباصط سلمان ولد في بغداد عام 1969 وتسعمائة وألف حاصل على بكالوريوس وماجستير ودكتورة في الإذاعة والتلفزيون والسينما كلية الفنون جامعة بغداد أكمل ما بعد الدكتورة في الإعلام الرقمي بالجامعة الأمريكية في القاهرة وتعد أعلى شهادة علمية بعد الحصول على الدكتورة وحصل على لقب أستاذ مساعد حصل على لقب بروفيسور مساعد في جامعة بغداد عام 2005 نال العديد من الجوائز في المهرجانات العالمية والمحلية والعربية عمل مخرجا في تلفزيون العراق للبرامج الثقافية عمل أستالا جامعيا في كلية الإعلام جامعة بغداد ومستشارا إعلاميا للحركة العالمية الكشفية أنت تقول في السيناريو عن الأخبار في بعض القنوات في المؤسسات الإعلامية تبدو بريئة لكن هناك خلف السطور ما بين السطور رسالة لهذه المصادر الإعلامية كيف توظف هذه الرسالة لسيناريو يمكن أن يكون بريئا لا بد أن ندرك يعني أنه كاتب السيناريو يتحمل مسؤولية عظمى لأنه يطرح قضية تبدو بريئة للمتلقي تبدو أنه يعني كموضوع عادي أو موضوع وممكن من خلال لمسات بسيطة ممكن من نسميها وينك أو يسموها تسميات استينك أو ضربات خاصة بالسيناريو تضطي أبعاد أخرى خطيرة وإحنا شفنا مثلاً فيلم رامبو على سبيل المثال هذا فيلم رامبو هو كل احنا شفناه على أساس أنه فيلم أكشن فيلم مطاردات وكذا بس الرؤية مالتاً بالخلف أنه إذا يطيك أنه الجند الأمريكي هو أقوى جند بالعالم أنه هذا الجندي ملتزم وتأتي جيوش كاملة تحارب بالجند الأمريكي ولم تستطع النيل منه هذه رسالة هذه الرسالة يعني مفادها تمجيد إلى الجند الأمريكي فلذلك كل نص هو وراء فكرة فلسفية أنا حتى الطلاب مني يقدموني بروجيكت أطلب من عنده أقول لي أكون فكرة فلسفية أو أكون فكرة موضوعية الفكرة الفلسفية اللي هي تظهر ما بين السطور أو ما خلف الكواليس شون أنت تقدر تعبر لي عن الفكرة الفلسفية بسطرين فيلم طولة ساعتين شون أنت راح أنا في يوم الأيام طالبة من الطالبات سألت قلت لهم فيلم اسمه زوجة رجل مهم من يوبيكم يطلق يعني يقدر ينطيني الفكرة الفلسفية فطالبة من الطالبات كانت ذكية جدا رفعت إذا قالت الفكرة ترككم عندما أحمد زكي حقق مع أحد الكتاب ونال من عنده واحتقره وعمل معاملة سيئة وبعدين إجي ذكر هذا الكاتب في مشهد مكان شربون في أحد المقاهي قهوة فذكره قال له بعد ما طالعا قاعد على التقاعد على المعاشي قاعد أحمد زكي فإجي هذا الكاتب ذكره قال له كنت عايش في وهم وكنت عايش أنه خلاص الدنيا أنه تصبح الضابط وهذا فهذا حقيقة أنا احترمت الطالبة حتى طلتها يعني فل ماركس طلتها درجة لأن هذه ذكية هذه مهوبة هذه الطالبة أنا أنا في تقديري أي عمل أي نص حتى إذا كانت أغنية حتى إذا كان ما زال هو يظهر على الشاشة إذن لقد اسمح الحي. هذه الاهداف ماذا نريد أن نقول عنها ماذا نريد أن يعني هو أنا الفكرة فلسفية ماذا يريد أن يقول الفيلم ما السبب بالإنتاج الفيلم يعني البعض يقول لك والله هي انتاج مادي هو طبعا كل الافلام هي تحقق موارد وهي اهدافة مادية كل الافلام بس مثل فيلم افاتار اللي شاهدناه هذا الفيلم المخرج جيمس كاميرون هل معقول انه كان يعني هذا الفيلم فقط اهدافة اقتصادية لا هناك ابعاد سياسية كثيرة لا يفقها ولا يعني ما ممكن ان يركز عليها او الا هو معني في الفيلم السينمائي فلذلك المشاهد او المتلقى العادي ما يدرك هذه الفكرة تمر مرور الكرام لكن هو يتطبع معها ومن ثم بعد هذا التطبع هو يبدو يتحول فلذلك نشوف الان تهميش لبعض الحضارات او تهميش لبعض الثقافات اللي هي نادت بيها او العولمة ما هي العولمة يعني هي هو انه انت شون تقدر تصادر بعض الثقافات واتجيرها لصالحك او العكس ان تفرض ثقافة خاصة بيك هو انا انا حسب يعني ما فهمت العولمة هي هذه اذا السيناريو اذا هو افضل واسهل الطرق لتحقيق العولمة لتحقيق التغييرات او الايدولوجيات او او الافكار او ما نريد ان نقوله نعم اذا بماذا تتميز النصوص الناجحة في السينما او التلفزيون النصوص عادة يعني تحتاج الى قدرات وامكانيات من كاتب النص لكي تكون ناجحة اولى هذه الامور يعني انا اقولها واضل اكررها هو الوصف قدرة الكاتب على ان يوصف كثير من الامور هذا الديتيلز حقيقة يشكل يعني رؤية متكاملة الى المخرج المخرج طبعا راح يضع بصمات اخرى راح يضع رؤية اخرى غير هاي الرؤية اللي كوه كاتبه يعني ممكن يتناول الفكرة بس يضع امور اخرى كثيرة في العمل باختيار الممثل او اختيار حجم اللقطة او كثير من الامور هو يقدر يلعب بها بس هذه التفاصيل اشقد ما زادت بالسيناريو اشقد ما العمل اصبح متكامل واصبح ناجح هذا جانب الجانب الاخر انه النص ايضا يحتاج الى تقطيع انا ما غير المعقودة خلي مشهد متكامل بست صفحات بدون ما اذكر مثلا وجهة نظر فلان او الرياكشن الخاص بفلان او مثلا هو كان يعد بالفلوس شوان كان هذا وجهة نظره اثنين كانوا يراقبونه هاي كلها امور ما ممكن يدركها الا كاتب السيناريو لذلك وضع مثل هذه التقطيعات داخل النص انا اعتقد انه هي تكون ايضا من الامور المهمة ايضا النص الناجح هو من يطرح قضية ناجحة قضية مؤثرة قضية موضوعية قضية تهم المجتمع يعني من غير ما اقول انا اأتي بشخص هو ما الى اي دور فاعل بالمجتمع او انسان فاشل او انسان منافق واأتي بي واعمل من عنده اصنع من عنده سيناريو او اصرف عليه مبالغ هائلة وبالتالي يعني لم يستفد منه المتلقي بالوقت هناك شخصيات جليلة ناخذ انبياء او الرسل نتناولهم ونوضحهم مثلا على سبيل المثال في سيناريو او فيلم مثل مثل يوسف الصديق او مثل مريم العضراء عليه السلام او قصة نبينا محمد او حمزة عليه السلام في فيلم الرسالة وهكذا هذه الموضوعات حقيقة هي مؤثرة ويعني ايضا اكو شخصيات اخرى ايضا هي تحمل من التأثير احنا يعني التاريخ ماننا وتراثنا الحمد لله ثر يعني عندنا مثلا شخصيات مثلا ناخذ شخصيات نبوخذ نصر او شخصيات تاريخية قديمة او من هم الرسل او الاولياء الصالحين او يعني من هم في العصر الحديث الان اكو عندنا ايضا شخصيات فذة انا اعتبرها يعني مثلا الآن لاعب مثل فلاح حسن هذا اللاعب مهم احنا لو تناولناه ممكن بطريقة دماء وعالجناه بفكرة وبسيناريو ممكن نجعل من عنده فيلم مؤثر وهذا طبعا يعني تناولته السينما كثيرا هناك افلام كثيرة عن نجوم مثلا فيلم عن غاندي شوف نحن فيلم مهم بن كينجيس اللي اخذ الدور ومثله واصبح بالتالي احد علامات السينما المهمة ايضا هناك يعني موضوعات اخرى تتناول حكايات ومواضيع منها النقد البناء انه انا بالسيناريو علي احاول جهد الامكان ان اطرح قضية تخدم المجتمع يعني قلنا ان الهدف هو الاساس من الفن او الاعلام هو التطهير تطهير المجتمع كيف احنا نخلق مجتمع صحيح مجتمع خالي من السلبيات نحاول بجهد امكاننا انه نبعث الطمعنينة والاستقرار لكي يبدأ الاخرين ومن ثم ينعم الانسان بانسانيته وينشرها على الكون هذه حقيقة هي جملة من الامور اللي احنا لابد ان يعني نخليها امام اي عنا عندما نكتب النص حتى يكون النص ناجح مؤلفات الدكتور عبد الباصد سلمان التشويق ورؤية الاخراج عولمة القنوات الفضائية سحر التصوير الاخراج والسيناريو ديجيتال الاعلام التصوير الصحفي مالتينيديا الكشاف السيناريو والنص دكتور عبد الباصد هل هناك اهمية لمعرفة التقنيات الحديثة في كتابة السيناريو حقيقة احد الاسباب اللي يعني ما قدرت اذكر لك في بادي الامر لتأليف هذا الكتاب هو التقنيات التقنيات تتغير يوم بعد يوم هناك نانا تكنولوجي هذا النانا تكنولوجي تغير معالم الكاميرا يمكن الكاميرات الان نحن نصور بها اصغر بكثير من كاميرات السبعينات او ستينات طريقة طرح الموضوع حتى حضرتك اسلوب الفضائيات كلها تغير مع تغير التكنولوجيا الان اكون هولوغرام يعني الان سي ان ان ما تجري لقاء انه تنقل كاميرا لا يأتي الشخص هو داخل الستوديو هو مثلا على سبيل مثال هو في ولاية فيرجينيا والشخص المستضاف هو في استراليا او مثلا هو في واشنطن يأتي الشخص بطريقة تكنولوجيا يسموه الهولوغرام من خلال تصوير الثري دامينشنز ثلاث كاميرات تصلت عليه وبهينارة خاصة ويصبح الضيف داخل الستوديو هذا حقيقة يعني انا في تقديري لا بد السينارس ان يدرك يعني هذه الامور حتى يعني التقنيات اللي خاصة الان مثلا فيرشول الستوديو على سبيل مثال انا ممكن لو انا ما مدرك التقنيات الموجودة راح اطلب طلبات تعجيزية ومكلفة ومن ثم النص يعني ما احد ينفذها ما اكون منتج لن النص هذا مثلا ميزانيتها يحتاج لأكثر من خمسين مليون دولار ما اكون جهة تدفع خمسين مليون دولار حتى تنفذ بينما انت لو كاتب سيناريو مدرك لهذه التقنيات تعرف انه هذه المشاهد الصعبة والمعقدة ممكن تنفذ بطرق الجرافيكس نجيب انه نذكرها بالنص بالسيناريو بالتالي النص راح يتنفذ ويصبح قابل للتنفيذ على العكس منهم لا يدركون التقنيات ومن ثم يكتب النصوص وهو لا يعني انا اذكر فيه مرة من المرات للأسف احد الاصدقاء التونسين كلفني انه اصور له انشوده فأتى طالب بويانا كان يدرس في الاكاديمية تونسي فقال المشهد الاول ينزل هو هذا البطل الفيلم يمسك بيده بندقية من ثم تمرق غزالة يلمح كذا ويصوب وبعدها تأتي طائرة تنزل عشيقته بالطائرة هليكوبتر كذا كذا طيب احنا تكلفة العمل في حينها سويناه عام اذكر يعني عام 1996 وهذا يعني كل تكلفة العمل كانت 300 دولار انت البنزين يعني البنزين ما الطائرة اللي راح تيجي بيه هذا هذا بيراد ليمكان خمسة الاف دولار حتى الطائرة مين يجيبها؟ الغزال هذا شو راح تحصل عليه؟ وشون تنتقل الى الغابة؟ شون توفر هاي الامور؟ في حينها في الستسعين ما كان اكون شي اسمه كومبيوتر فلذلك العمل شنوه؟ أصبح غير ممكن الان بحكم تقنيات تليغرافيكس والانيميشن والكمبيوتر الموجود لا بالامكان يعني ننفذ مثل هكذا عمل يمكن يمكن ب300 دولار بنقدر نسويه بس طبعا الان يعني المبالغ تعرف يعني الزمن اتغير بالسعين غير ما احنا الان مبلغ زهيد ممكن نسوي هذا المشهد يعني نسويه كان يكون ثري داميشنز او برامج الان تم كتحصل عليها يعني رخيصة جدا تنزلها بالبي سي الحاسب اماتيك الشخصية تنفذ هذا تاخذ بس الماسكي او الفيس الخاص بالشخصية التريد هذا وتركبه مثل ما يصبح فيلم كارتوني وتنفذه فعملية انه تعرفت التقنيات هي عملية مهمة بل بالعكس يعني انا في فيلم ذكرت الهاكارز اللي مثلته انجليان جولي هذا بالفيلم اكو بتقنيات شون يعني دخول من خلال النيتوركس شون استطاعوا يتحكم في هذه المبنى انه خلى الاجهزة الخاصة بالاطفاء مع المي يعني اتحكم بها عبر الانترنت دخل على المنظومة مع البناية وهو مشهد كوميدي يعني مشهد انه قالها اليوم رح تمطر الدنيا فاجى الطالب هما ذول الهاكارز يعني هما ذول اللي يخترقون المواقع الالكترونية اجى جاب امبريلا مظلة فقال له له جو اليوم ماكو مطارته ليه جاب الانبريلا فهو وقت بالبيت انه الساعة بالاثنعش بالضبط رح تدخل على المنظومة وقتها انه هذا المياه اللي تنزل مع الحرائق ماكو حتى تنفل المياه وقتها باثنعش وبالتالي قبل ما تصير باثنعش الا دقيقة فتح الشمسية باثنعش بالضبط الكل وقع عليهم المي وهذا اللي حامل الشمسية حمى نفسه لانه عنده شمسية هذا فصار ضحك هذا الامر اذا كاتب السيناريو ما يعرف شون النيتورك ما يعرف شون انترنت ما يعرف شون اتصالات ما يعرف شون هال المنظومة الموجودة هالتكنولوجية داخل البناية ما ممكن ان يكتب اي سيناريو بل انه جيمس بوند على سبيل المثال في كل افلامه ينفر تقنيات حديثة مثلا في فيلم the world's not enough نشوف هو مثلا الخصيم الخصم او الغريم البطل حرق الطريق والممر النهري امامه ودخل بعد جيمس بوند ما راح يقدر يلاحق او يطارده فجيمس بوند دخل عالجي بي اس عبر الاقمار الصناعة طلع مكانه طلع قناة اخرى ممكن ان يلاحق ويطارد الخصم هذه التقنية لو لم يعرفها كاتب السيناريو كيف سيكون الفيلم بالتأكيد هناك اطلاع وادراك لهذه التكنولوجيا حتى يقدر يسخرها في الفيلم كذلك والحال مع الفيسبوك او تقنيات السمارتفون او بلاك بيري او كل هاي التقنيات الحديثة انا لازم اعرفها كاتب سيناريو حتى تماشى مع العصر وان لا تصبح العمال يعني متأخرة ومتقادمة ومن ثم حتى هو المتلقي الان اصبح غير متلقي قبل عشرين او خمسين او ستين سنة يعني على سبيل المثال انت ذا متعرف شنو السيناريو Kara تكنولوجيا سيناريا يعني أي عربة الآن سيارة أو صاروخ أو طائرة إحنا ذا ما ندركها هاي تكنولوجيا هي ذا ما ندركها شو رح نكتبها بال لو أنا على عقلية مثلاً عام 1920 ما كان أكو الطائرات نفاثة ما أكو طائرة هليكوبتر ما أكو مثلاً هذا المرور السريع الإكسبريس أو فلذلك أنا في تقديري المواكبة لهذه التطورات هي ما رح تحفزنا لأن نكتب أمور وأسرار جديدة المتلقي هو بحاجة أن يعرفها لأنه السيناريو عبارة عن أسرار أنت شنو على سبيل المثال الآن مباراة لكرة القدم أنت تعرف أنت جمالتها وشايفها ما رح تشاهدها ما رح تشاهدها لأن يعني عنصر التشويق بها انفقد فلذلك أنت لازم تخلي مجموعة من الأسرار بالفيلم وهذه الأسرار هي ما تحملها التكنولوجيا من الأسرار بالتالي أنت تطلع عليها أو تتناولها في فيلمك يتعاطى معها المتلقي ومن ثم يتبتع بها ويصبح أنصر التشويق موجود في العمل إذا شئنا الحديث عن الدكتور عبد الباصل سلمان الحقيقة فإن الحديث يطول وذلك لاهتماماته المتنوعة في مجال المنجز الإعلامي وقد اتجه اتجاهات شتى في تناول موضوعة الإعلام وفق النظريات والاتجاهات الحديثة ونظر لها كثيرا وبين أيدينا كتاب السيناريو والنص وهو من الكتب المتميزة على المستوى العلمي والإعلامي لأنه تناول فيها كل مجالات الإعلام وتناول موضوعة السيناريو وموضوعة معالجة النص والحقيقة هذا المنجز يتميز بكونه منجزا يتناول العمق في هذه الموضوعة على المستوى الإعلامي والاتجاهات الحديثة دكتور المخرج هو المسؤول الأول عن أي عمل إذن ما هو الإخراج؟ الإخراج يعني يتداخل في بعض الأحيان مع السيناريو ليس هناك مخرج لا يمتلك مقدرة على كتابة السيناريو كل مخرج هو سيناريو دون استثناء ومن لا يفقه ولا يقدر كتابة السيناريو فليس هو مخرج لكن طبعا المخرج الآن يعني بحكم عمله وبحكم قدراته وأفكاره البناءة وخياله اللي هو أوسع من خيال السيناريو في بعض الأحيان يضع لمسات أخرى جماليات يعني أنت تكتب النص النص لربما مهما بلغ من التفاصيل ما ممكن أن يتحول إلى الواقع دون مخرج المخرج هو راح يحدد الحركة تزامن هذا التزامن ما ممكن السيناريو يحدده مهما كتب من تفاصيل المخرج راح يحدد طبيعة اللقطة الإيقاع إيقاع العمل شوان راح يكون الضربات الموسيقية أين ستكمن المؤثرات حركة الممثل كيف ستصبح سينيكرونانس مع مشهد آخر سيكون بعد هذا المشهد بالتمام كثير من الأمور هذه التفاصيل يدركها المخرج ويحققها بعملة من خلال لذلك إحنا نلاحظ يعني كبار المخرجين دائما هم يساهمون في كتابة السيناريو يعني إذا ما هو بالأساس هو كاتب السيناريو فرانسيس بوركا بولا أغلب أفلامه هو يعني عنصر فعال في السيناريو صح لربما يشارك أو يساهم مع بعض الكتاب حتى مصطفى العقاد بأفلامه كلها اللي أخرجه هو هو كان مساهم في كتابة السيناريو النصوص حقيقة اللي ربما بحكم إنها تاريخية أو طرازية خاصة أو تأتي مثلا من دوائر مخابرات إنه دولة من الدول تريد تسوي فيلم عن إمكانياتها أو تطرح عضلاتها تريد تسوي هذا الفيلم فيعني تأتي برواية بحجة إن هذه الرواية هي رواية كتبت في السابق وليس الهدف منها إنه إحنا نسوي فيلم خاص عنه نستعرض بعضلات الجيش مانا أو عضلات المخابرات أو الأمن أو الجندي مانا أو المجتمع وهكذا يعني هذه الأفلام هنا المخرج راح يلعب دوره الفعال كيف يستطيع إنه يجسد أو يعرف الفكرة بالأساس ويسلط الضوء عليها ويشيل كل الترهولات حتى توصل الفكرة بشكل سلس دون أي تكلف دون أي نوع من المبالغة أو الإطناب لدرجة إنه المتلقي يشعر بالتمام إن ما يحدث أمامه هو واقع وحقيقة هذا دور المخرج هذا المخرج هو المسؤول الأول وأخير عن كل هذه التفاصيل أكو هناك أمور تقنية حتى أمور يعني إنتاجية هو مسؤول عنها يعني هو القائد الأول والأخير المخرج يعني حتى ميزانية العمل يتدخل بيها يعرف إنه جدت هاي راح تكلف وشلون أمور عديدة الإنارة هذا إذا المدير الإنارة أخطأ لازم المخرج هو يحدد يقول لا أنا أريد كذا وكذا لذلك المخرجين العمالقة يعني صعب إنه تجد كل شخص ممكن يشتغلوا إياه إلا المبدعين إلا من هم يعني عمالقة بحجمه يالله يقدرون يعملون إياه فتشوف كتاب السيناريو اللي يتعاملون مع المخرج مثلا خلي نقول على سبيل المثال ستالي كوبريك ستالي كوبريك عندما سوى هذا الفيلم صعود الإنسان إلى القمر لصالح المخابرات الأمريكية وكذبوا على العالم في حينها وقالوا إنه أول إنسان صعد على القمر والمخابرات الروسية عرفت أكاذيبهم وطرحت الكي جي بي التفاصيل هذه الإكذوبة على العالم وقالت هذه حقيقة يعني ما كان ممكن واحد يدري سوه غير ستالي كوبريك لأنه هو سوى فيلم اسمه البرتقال الميكانيكية في البدء ومن ثم لحظة عنده قدرة على الخيال هذا السانس فكشن الخيال العلمي شون الإنسان صعد فوق القمر وشون فاستعادت بالمخابرات الأمريكية أن يسوي هذا الفيلم بس من سوه السيناريو السيناريست لا يمكن أن يصل إلى مخيلة ستالي كوبريك يعني هو حتى رامسفيلد يشترك في هذا الفيلم يعني من ضمن اللي اشتركوا وضباط بالمخابرات الأمريكية هم ساموا في كتابة هذا السيناريو لكن الرؤية لستالي كوبريك هي بقت هي الرؤية الفريدة والأخيرة الصح هو استعان لربما بآراء بعض المتخصصين أو الخبراء أو من هم معنيين في السينما والتلفزيون لكن بقت الرؤية الوثابة أو الرؤية الخارقة لستالي كوبريك بدليل أنه أقنع العالم حتى هذا اليوم مقتنعين أنه صعود الإنسان من القمر هو حقيقة وليس فيلم من صنع خيال ستالي كوبريك أو المخابرات الأمريكية السيناريو والناس هو امتداد الحقيقة للكتب السابقة التي أجاد بها الدكتور عبدالباصل سلمان حيث الإخراج والسيناريو التشويق والمتعة ديجيتال الإعلام الذي كان يعد نبوء لم ينتبه لها الإعلام العربي والعالمي حينما حاول أن يظهر تلك النبوء التي تحدثت عن تأثيرات ديجيتال الإعلام وتأثيراتها على العالم التي تعادل الجيوش حيث تنبأ بالتغيرات التي حدثت بالعالم العربي الحقيقة السيناريو والناس كتاب هو يحمل روحية عبدالباصل سلمان التجددية الإبداعية الابتكارية التي أراد أن يقضي النمطية التقليدية للإعلام السائدة في الإعلام العراقي من خلال ما جاء به من مصطلحات لا سيما بالنسبة للديكو دراما والديكو فكشن الذي حاول أن يمزج بين أدرامة الحدث الإعلامي والتوثيق ويمزج بالقصة وهذا الحقيقة أشياء جديدة غير مطروقة بالإعلام العراقي وهي تنطي روحية للإعلام يوازي الطموع ويوازي التغيير الذي حدث بالعالم من الناحية التقنية ومن الناحية الأدبية ومن الناحية المعلوماتية التي غطت العالم دكتور عبد الباصط تحدثت عن الدعاية في بعض الأفلام رغم أن هناك إعلانات واضحة وشفافة تطرح في الفضائيات أو الإذاعات أو وسائل الإعلام الأخرى حقيقة الدعاية هي يعني المقصودة في داخل الفيلم أو في داخل الدراما أو في السيناريو هناك الكثير الآن من المؤسسات تعمل سبونسر يعني الرعاية يعني تدعم بعض البرامج أو تدعم بعض الأفلام تحقق دعاية من خلال فيلم سينمائي يعرض على الشاشة حقيقة هذا أخطر ما يكون أنه أنت تعرض إمكانيات دولة من الدول العسكرية في فيلم من الأفلام هو الفيلم يظهر بري يظهر للمتلقي كأنه فيلم أكشن أو فيلم من الأفلام اللي تعودنا نشوفها في السينمات أو نشوفها في شاشات التلفزيون أو حتى في الكمبيوتر أو على الديفيدي لكن ما وراء هذا الفيلم هو أخطر بكثير لذلك يعني أمريكا اعتمدت السينما منذ يعني سالث السنين وال يعني تيقنت مبكرا أن حجم الثقافة وحجم التحكم في العالم يكمل من خلال الفيلم السينمائي أو من خلال الدعاية كاتب السيناريو بحكم أنه هو المنظم لكل مفردات الناس عليه أي يدرك ما هي الدعاية يعني كيف أنا ممكن أن أحق أهدافي داخل السيناريو لذلك نحن نشوف الآن كثير من الأفلام حتى الوثائقية الآن أفلام وثائقية حقيقة الآن أنا ذاكر بالفيلم اسمه ذهب الصحراء الإمارات سوت فيلم عن التمور أخذت جانب النخيل واستعرضت بس أخذت هذا التمور بين المختبرات اللي تمتلكها الإمارات لتحليل هذه التمور بين الجماليات المنطقة اللي هم ينعمون بها حتى مدينة هي المدينة النخيل أو شبه يعني جزيرة من الجزر ومسويها استعرضونا أيضا خيول مالتهم وقدراتهم التنظيمية استعرضونا أيضا العلماء اللي موجودين يعملون في الإمارات استعرضو الجيش استعرضو الشوارع عمالتهم كل من خلال الفيلم قصير هو يمكن طوله 45 دقيقة اتناول موضوع التمور ما إله علاقة يمكن لكن لكن هو فيلم ممكن الآن أنا في تقدير يبث في اليوم الوطني إلى الإمارات لأنه يستعرض كل إمكان الإمارات هذا حقيقة هذا قدرات أنا اعتبرها ذكية من الحكومة الإماراتية بأن تتبنى هكذا مشروع وتستعرض من خلال موضوع لا يمكن أن يخطر على بال المتلقي أنه فيلم دعاية لكن من هو متخصص سيدرك أن هذا الفيلم هو دعائي يعني إذا نأتي مثلا بأستاذ فيصل ياسري وإنشار هذا الفيلم هو يعرف من أول خمس لقطات أن هذا الفيلم هو دعاية لأغراض كذا وكذا وكذا لكن متلقي بحكم أنه لم يطلع أو لم يدرك أو لم يدرس السيناريو ولم يعرف ما هي الأفكار والأبعاد السياسية وما يعني يجول الآن في العالم من أحداث فبالتالي يمر عليه ويتغذى من هذه المعلومات ويتأثر ومن ثم يصبح هو يعني مقتنع قناعة تامة بما عرض بالفيلم ويتعاطى مع أحداثه ومع هذا بالنسبة للفيلم الوثاقي فما بالك مع الفيلم الرواية الذي يجسد لك الأحداث إلى درجة أنه عندما على سبيل مثال شاهدنا فيلم يعني فيلم الرسالة وحشي عندما قتل سيدنا حمزة عليه السلام وراء ما انتهى الفيلم ذهبوا إلى المنزل مات وراحوا ضربوه وتهجموا عليه قالوا كيف مقتنعين هو فعلا قتل حمزة عليه السلام بالوقت هو بالفيلم قتله ليس يعني وكذلك الحال مع عبدالله غيث كثير الآن من نسائنا أمهاتنا أو أجدادنا أو آبائنا أو أخواننا منهم شاهدوا عشقوا عبدالله غيث حبا بشخصية حمزة عليه السلام يعني تصور النوار عبدالله غيث هو فعلا هو حمزة الحقيقي إلى درجة أنه يتعاطف نوياء وهكذا يعني وهذه السينما هذي يسموه الانترتينمت يعني الامتاع وكيف أنه تخلق الترفيه لمتلقي بذكاء فهي مجموعة من الخدع مجموعة من الأساليب مجموعة من الطرق لا حد للأسف يعني في مجتمعات العربية يقتنع بالكلام الوافدة أو على الدرامة الوافدة ويتلوث مجتمعنا ببيئة أخرى غير يعني أنا حتى من شاهدت على سبيل المثال مسلسل أبو طبر اللي نعرض في رمضان الماضي يعني للأسف الحارة ما كانت حارة عراقية البيئة ما كانت بيئة عراقية ما كان السيناريس أبدع في كتابة السيناريو لكن المخرج عندما نفذ في سوريا التضحة كثير من الأمور يعني استكانة شاي ما كان موجود زقة الأرصفة حتى الباحات داخل البيوت ما كانت هيش بيوتنا فكثير من التفاصيل والديتيلز هذا للأسف هذا كل دعاية هذه الدعاية يعني للأسف جويرة لصالح سوريا ما جويرة لصالح العراق احنا اعتزازنا بسوريا بلد شقيق نعم بس احنا أيضا كمجتمع عراقي بحاجة انه احنا نتغذى نعيش نشوة البيئة العراقية النكهة العراقية كيف انه شاهده من علمائنا من شوارعنا من نهار دجلة من أمور جسور يعني اكو اكو تفاصيل لا يدركها الا هو من هو عايش في العراق او هو عراقي انا ليه يعني لماذا احرم العراقي من التمتع بهذه الامور فالدعاية تدخل في كل شيء يعني قدرات الكاتب هنا وبراعته تعبر عن هذا الشيء وايضا يعني المخرج شاطر السيناريست في تنفيذ هذا العمل والدليل على ذلك ما ذكرته في مسلسل ابو طبر عدم الكاتب البارح حامل المالكي ابدع في كتابة هذا النص يعني انا متأكد اممكن اطلع على وثائق لا تعد ولا يعني تحصى ب ان يضحها في العمل وحاول ان يجسدها في رؤية درامية ضمن منظومة موضوعية جميلة تحمل التشويق لكن بالاسف يعني البيئة والمخرج لم يكن عراقيا فباستطاع ان يعبر ربما هو مخرج متمكن ربما هو مخرج عبقري ربما لكن تبقى هنا شنوى تبقى البيئة يعني احنا بالعكس ممكن له جابين السوريين او جابين المثلين السوريين ونفذوا الاعمال قصة ابو طبر في بغداد يمكن الوضع كان يكون يختلف عن ذلك تماما حقيقة اعرف الدكتور عبد الباصط من كل الزملاء في الجامعة شاب دقوب ومبتكر ويبحث عن كل ما هو جديد واعتقد ان هذا الكتاب بيه كثير من الفصول الجديد على المكتب العربية فيما يتعلق بعلم السيناريو فدكتور عبد الباصط يبدأ بتناول السيناريو التقليدي المحروف ثم يدخل الى عالم الديجيتال والعلاقة بين السيناريس والمخرج حقيقة نعتبر هذا الكتاب انجاز مهم في المكتب العراقية الفنية والمكتب العربية بصورة خاصة واعتقد هو ثمرت جهد طويل قام الدكتور عبد الباصط بتكريس حياته الى من كان عمره 18 سنة الى اليوم يعني اعتقد ان هذا الكتاب مهم يجب ان يكون في مكتبة كل من يشتغل في الدراما مخرجا ممثلا كاتبا لنعرج على النص الاذاعي النص الاذاعي هو من اصعب النصوص لكونه يعتمد على السماع فقط اذا هناك عناصر لنجاح هذا العمل نود ان تطلعنا عليها النص الاذاعي انا ما اسمي سيناريو بحكم ان السيناريو كلمة السيناريو هي من اصل السين يعني السين اللي هي السين مشهد وريو بالايطالي رايت يعني كتابة المشاهد فاحنا بالنص الاذاعي ما عدنا مشاهد المشاهد من اشاهد الشيء فانا ما اشاهد شيء بالنص فلذلك نسمي نص اذاعي او تمثيلية اذاعية منقول عليه سيناريو هنا تكمن الصعوبة انه احنا راح نعتبد على الجانب الاوديو مو الفيديو او الفيجوال عناصر الاوديو هي سبعة فقط بينما عناصر الفيجوال تفوق العشرين او خمسة وعشرين عنصر من عندك عناصر ما يفوق ثلاثين يعني حقيقة تكون سهولة عندك بالتعبير غير ما انه فقط بالحوار او في الموسيقى التصويرية او في المؤثرات وطبعا هاي الموسيقى والمؤثرات ما ممكن تحددها تماما ككاتب نص بقدر ما انه المخرج هو اللي راح يختارها او هو المؤلف الكمبوزر الموسيقي اللي راح هو يضع الموسيقى لهذا العمل ونادرا ما احنا نشود يعني يعني انه يأتي موسيقى خاص في الدول العربية لوضع موسيقى تصويرية لمسلسل اذاعي او تمثيلية اذاعية يعني يمكن باستثناء مخرجنا القدير الله يرحمه مهند الانصاري عندما اخرج موسيقى الكبير عمر خيرت وضع موسيقى تصويرية متكاملة لمسلسل حتى العمل الاخر فريد الاطرش عبد الحليم حافظ يعني قدر عمر خيرت ان يجسد حقيقة برؤية تصويرية بالغة جدا نقل المستمع الاذاعي الى خيال اخر واستطاع ان يعيش الاجواء من خلالها وهذا الفضل ليس للكاتب النص لان هذا جهد خاص بكاتب الموسيقى يعني الموسيقى انا اقصد كاتب الموسيقى يعني المؤلف الموسيقي اللي استطاع ان يألف وقدرة المخرج ايضا مهند الانصاري كيف انه بذكاءه وبقدراته الاخراجية وبعبقريته استطاع ان كيف يجسد المسامع الصوتية والقطعات وكيف انه استخدم استخدامات صحيحة في العمل حتى العمل يظهر متكامل هنا يعني دور كاتب الناس عليه انه يتمتع بقدرات خيالية واسعة انه يستخدم مفردات ما تحتاج الى تفسير او تعقيد للفهم لانه راح تسمع الحوار والحوار راح يأتي بعده حوار اخر فاذا ما فهمت هذا الحوار راح يتعكر فهمك حتى باللي ما بعد الحوار الثاني والثالث والرابع وهكذا شكرا جزيلا اذا احبتي مشاهدي قناة الحضارة الفضائية اكذا وصلنا بكم الى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج هكذا كتبوا تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة